بعد عشر سنوات على كارثة الززال وتسونامي لا تزال محطة فوكوشيما النووية تثير الجدل ترتفع أكثر الأصوات المعارضة لقرار الحكومة اليابانية الأخير إذ يراه صيادون وناشطون مسببا لكارثة بيئية الرفض لتصريف المياه الملوثة إلى البحر يزداد حدة برغم التطمينات بشأن تخفيف الإشعاعات فيها حتى الخبراء اليابانيون يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات حكيمة تستند إلى تشاور كامل مع دول الجوار قرار الحكومة اليابانية تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر سيزيد الصورة قتامة وإن لن تحسنها فسيكون هناك عرقيل كبيرة أمام تفريغ المياه يبدي اليابانيون قلقا كبيرا من تبعات القرار إن حدث ذلك فلن أصطد هنا لأن الأسماك لن تكون صالحة للأكل ربما لن أتناول الأسماك هنا مطلقا في حال تفريغ المياه النووية قلق يمتد إلى الجوار المشاطئ لليابان في بحرها اليابانيون سيكونون أول من سيعانون لأنهم يتناولون الكثير من الغداء البحري رسميا تتظر موسكو توضيحات أوسع من الجانب الياباني إذ أعربت عن أسفها لعدم استشارة توكيو دول الجوار وكذلك أبدت كوريا الجنوبية استياءها ومن جانبها حثت بكين واشنطن على التعامل مع القرار وفقا للوقائع لا وفقا للدولة المتخذة خطوة كهذه بعد إعلان دعمها قرار توكيو وتجري حاليا معالجة هذه المياه بعملية رشح معقدة تزيل منها أغلب العناصر المشعة باستثناء مواد كاتريتيوم المضر بالإنسان إن أخذ منه جرعات كبيرة